سيادنا العلماء الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما كانش عندهم حياة بل هم أئمة الحياة وهم قدوة الناس في الحياة وهم الذين لقانوا الناس وعلموهم الحياة ولكن كانوا أسودا يصدعون بالحق وليداهنون العامة من أجل أن يرضى عنهم العامة ويرضى عنهم الناس ولو أسخطوا رب الناس وكلا والله إذا بغيت ترذي الناس ربي سخط عليك هذك الناس لك ترذي فيهم بسخط الله يقلب قلوبهم عليك يتحولون إلى أعداء بل مطول يعرفوك بلك تضحك عليهم وبيل لي ضيعت لهم الدنيا التاحهم والآخرة التاحهم وأكلت أموالهم بالباطل وبيل لي درقت الحق من أجل مداهنتهم ومن يدفنوك ويدفنوا الراجل اللي كان يقول الحق الراجل اللي كان يقول الحق ولو كان ما يعلنوش في قلوبهم يقول هذا الراجل أما هذا فقد خان ديننا وسرق الأمانة وسكت عن الحق وحور الفتاوى ولو عنوق النصوص من أجل إرضاءنا قال تعالى إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر